مرحبا بكم حبايبي Primary 4 نهارة إن شاء الله ناخد لسن 3 يونيت 1 السل البادي consist of systems دا بادي بيتكون من إيه من systems زي هنا البراين دا goes من النервي system والتو لنگs goes من الرسpiratory system والهارت goes من circulatory system والستومك goes من الdigestive system والكادني goes من ال urinary system يبا البادي consist of a system system each system من دول consist of organs ازاي الdigestive system خدنا نوى بكاو من organs زي الماث stomach small intestine large intestine يباك system consist of organs each organ زي اي اللي organs زي الماث مثلا consist of tissues tissues زي انسيق يعني حاجات نسيق مختلف يعني مثلا خامات مختلفة يعني teeth دا tissue موجود في organ mouth دا tissue teeth غير tissue بتاعة tongue مختلفين كل tissue من دول each tissue consist of symmetric cells أو similar cells يعني خلايا متشابهة يبقى cells بتاعة teeth متشابهة كلها لبعضها عشان كده teeth كلها شبه بعض والtongue cells بتاعته شبه بعضها يبقى كل يتشو من دول اللي هو تشو زي teeth وتشو زي tongue بيتكونوا من symmetric cells أو similar cells وده اجزامبل برضو عليها في الرسمة العلمين هي أي cells شبه بعضها هنا وهنا وهنا نشوف البجل بعدها living organisms الكائنات الحية are classified بتتاسم according to تبعا لي a number of cells عدد السلز بتاعتها لإيه multicellular living organisms كائنات عديدة الخلايا يعني have more than عندها أكتر من one cell زي يمين الهومانز احنا طبعا عندنا أكتر من one cell والانيمال والبلانت اهو شكل بلانت unicellular living organisms كائنات وحيدة الخلية يعني يوني اللي هي أحدية يعني فيها واحد بس من السل دي organisms that have one cell كائنات لها واحد سل واحدة بس وبتعيش وبتعمل كل الهومانز دي some unicellular organisms مش عندنا الاكزامبز ديت احنا عندنا بس اليست فانكس العليمين خالص ده انما بقيت الاكزامبز دي مش عندنا البكتيريا ده شكل بتاعها يبتكون من سل واحدة وحتى اليست فانكس ده بردو سل واحدة ودي كائن بيعيش يقدر يش لوحده على فكرة في اي حاجة في الووتر في الair كده الاميبة ده بردو سل هي بتكون من سل واحدة كده ودي الانيمال سل الانيمال سل وال بلانت سل دي انواع من السل عندي انواع كتيرة من السل اشهر حاجتين فيهم واكتر حاجتين فيهم الانيمال سل وال بلانت سل طيب الانيمال سل دي طبعا البيلدن يونت اساس بونل ايه الانيمال بادي جسم الحيوان مبني من الانيمال سل مع بعضها فوق بعضها زي البيت بالزبط البيت اللي بيبني طوب فوق بعض ويبني للبيت طب هو الانيمال مين اللي هيدني الانيمال سل طب البيت مين اللي هيدني بلانت سل يبقى البيت سل هي البيت بلانت بادي والانيمال سل هي البيت بلانت بادي شكل الطوب اللي عندي ده ده في الحقيقة دي شكل بلانت سل جنب بعضها عملا لي بلانت بادي وتحت المايكروسكوب والعلمين دي دي animal cells جنب بعضها عملالي في النهاية animal body طب والشكل اللي على الشمال خالص ده لا ده أنا بوريك شكل الcell أو الانيمال cell بالالكترونيك مايكروسكوب كشكل كبير كده بنشوفه يعني إحنا ما بنشوفه تحت المايكروسكوب بنشوفه زي الشكل العلمين ده أنا مش محدد حاجة تعالوا بقى نبص كده في الشكل ده الشكل ده أشبه بالشكل تحت الالكترونيك مايكروسكوب وهنشوف مكوناته بالتفصيل لما نجي نتكلم على السل يبقى السل عموما سواء كانت animal أو plant cell دي building unit of living organisms body دي أساس بنى جسم كل living organisms كل كائنات الحية أو ممكن نقول له هو unit of structure أساس تركيب هو الأساس اللي بيركب جسم الكائن unit of structure أساس تركيب and function وظيفة living organisms إزاي؟ يعني أنا بتنفس ليه عشان السل عايزة أكسجين فهي أساس الفنكشن بتاعي أنا باكل ليه جعان ليه؟ عشان السل بتاعتي عايزة تاكل عايزة food فاديتني إشارة قد التنبيه ربنا طبعا خلقنا في system متكامل عشان كل السلز لما تبقى عايزة food خلاص تبلغ brain المخ بتاعنا يا جماعة احنا عايزين ناكل فتحسسك بالجوع طيب إنت مكلتش صايم يبدأ بقى يطلع من الفود اللي عنده ويدي السلز فأنت ممكن بعد شوية تحس إن إنت شابعين ما بقتش جعان زي الأول تمام كده؟ يبقى عشان كده بنقول السل هي unit of structure وحدة التركيب and function والوظيفة في living organisms في كائنات الحية هي أساس التركيب ووظيفة الكائنات الحية نشوف البجر اللي بعدها plant body plant body جسم النبات consist of بتكون من إيه نفس الشيء زي animal body في الأول خالص أو human body على فكرة animal والhuman زي بعض نفس التركيب نفس structure بس إحنا سمينا animal cell بanimal cell عشان هي الانيمال زي عددهم أكتر مننا بكتير المهم plant body قلنا بتكون من systems زي a systems زي short system والroad system short system ده كل ما هو فوق الأرض اللي هو المجموعة الأخضر الشلة الخضر اللي فوق الأرض دي اسمها كلها short system وكل اللي تحت الأرض اسمه road system يبقى دي systems بتاعت البلاند short system وroad system طيب كل system من دول each system consist of ايه بتكون من organs ايه ده برضو يبقى السystem برضو بيتكون من organs يبقى كله زي بعض السystem بعدين organs بعدين tissues بعدين cells طيب الorgans بتاعت البلاند زي root والstem والleaves بنشوف كده مع بعض ده root system اهو بتكون من ايه الفروح الصغنونة دي دي الroats او الroats الroats دي هي دي الorgan طيب تعالوا نشوف هنا short system بتكون من ايه ادي stem اهي ده organ والleaves the organ الفلاور organ اه يبقى كل حاجة هنا organ طيب each organ كل organ من دول بتكون من tissues tissues اللي هي زي ما قلناها انسجة اللي هي حاجات كلها شبه بعضها زي leaf of onion plant شايفين هنا لما بجيب بصل وبقطعها ودي الفروسيبس او التوزر الملقاط بطلع بيه بصوا تاغ صغنونة جدا ما تشافش بالعين طبقة شفافة باخدها من ال onion بتاعتي وبفحصها تحت المايكروسكوب بصوا بلايه ايه اه كلها cells زي بعضها يبقى ان التاشر دي عبارة عن ايه consist of matrix units وحدات متشابهة اللي هي بنسميها cells ايه هي دي في الصورة cells structure of the plant and animal cells تركيب plant والanimal cells ادي الانimal cell والplant cell ده شكلها بتتكون من ايه ادي دايرة هنا وهنا عملناها زي الرectangle مثلا وهنا circle طيب بصوا كده هنا ايه الحاجات اللي موجودة في الانيمال cell والplant cell مع بعض اللي موجود في الاثنين ادي نيوكلوس نواة و cytoplasm ده liquid كده موجود جوه ماليها من جوه وسيل membrane غشاء غشاء او غلاف للسل membrane يعني غلاف او غشاء تمام كده نيوكلوس دي النواة اللي هي حاجة زي central او هي حاجة المركز الرئيسي يعني فدي نيوكلوس دي الحاجات اللي موجودة في الانيمال cell والplant cell طيب في حاجة اسمها small vacu دي مفيش لها اي function ولا لها اهمية عندي في المنهج بس اقولها لك كده على السريع هي عارفين زي كياس الزبالة كده او الكياس اللي مخزن فيها الفود يعني بتاخد الفود من البلد وتروح مدخلها للسل في ايه في small vacu يبقى الفود فيها او الزبالة فيها فدي طلع خارجة كده موجودة في السل ومش هتكلم عنها تاني خالص طيب ايه الحاجات بقى يبقى دي الحاجات اللي موجودة في الايه في الانيمال والplant cell الحاجات اللي موجودة في الplant cell ومش موجودة في الانيمال هي التلات وغرين بلاستيد بلاستيدات خضرة هي اللي بتخلي الplant لونه اخضر وسب فاجوة اصرية ودي بيتخزن فيها الجوز او العصير بتاعة الplant لان انا بديله مية وبسيبه ما بعملش حاجة هو بقى بياخد من الصويل الايه والحاجات دي ويخزنها جواه وهنشوف بقى الفانكشن بتاع كل حاجة في الفيديو انشاء الله